يناقش العراق عودة 30 ألف نازح من المخيمات السورية مسؤولون سوريون يتحدثون عن وجود ثمانية آلاف عائلة عراقية يتم إجلاؤها بشكل طوعي تدريجيا تحت إشراف مفوضية شؤون اللاجئين هذا الأمر دفع بغداد باتجاه إنشاء مراكز استقبال وتأهيل بالقرب من الموصل الجهات الأمنية ووزارة الهجرة والمهجرين يؤكدون وجود معاوقات تقف أمام الملف أبرزها التخصصات المالية وعدم امتلاك الكثير من النازحين لأوراق ثبوتية وهويات عراقية خيم الهول في الحسكة الذي تبعد عن حدود العراقي 13 كيلومتر هذه حقق فيها 70 ألف من كل جنسيات العالم و30 ألف عراقي أغلبهم الأطفال والعراق حقيقة كموقف إنساني ووطني استطاع بعد التدقيق الأمنية عادة بعض العوائل الراغب بالعودة وبعد حقيقة دراسة وضعهم من الناحية القضائية والإرهابية والأمنية بمقابل ذلك تسعى وزارة الهجرة والمهجرين لغلق مخيمات النازحين في إقليم كردستان خاصة بعد نجاح خطتها في إغلاق جميع المخيمات في بقية المحافظات باستثناء الجدعى في نينوة الذي تحول إلى مركز تأهيل النازحون العائدون لمناطقهم يطالبون بمساعدات مالية لإعادة عمار منازلهم ومناطقهم المخررة التي تضررت إبان احتلال داعش لها الناس أكثرها مهجرة طبعا من الرمادي من البيجي من غير مناطق والناس أكثرها قاعدة يعني هسنا إحنا قاعدين ببيت طين إحنا وضعنا التعبانينا ومهجرين وبيوت ما عدنا رواتب ما عدنا والناشط سيادة المحافظة يدحج على حالنا التعبان لا بيوت لا كهرباء لا مهمة للأوادم لا شغل لا عمل يعني نطالب أن يشوفونا حلول شغول يشوفونا يعني في صورة حال ألاف العائلات العراقية تعيش منذ سنوات في مخيمي الهول وروج للنازحين في سوريا يجري التنسيق لنقل الراغبين منهم إلى العراق ما يعني أن غلق ملف النازحين سيتأخر خاصة مع وجود ستة وعشرين مخيما في إقليم كردستان ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد